يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مستقر صباح الخير عليك يا جمانة ويعني كل سنة وحركوا طيبين خلاص الشتاء بدأ يعني يكشر عن أنيابه الجو بدأ يبرد والأجواء الشتوية بقت موجودة للوقت ده تحديدا ربما بتظهر بعض الأمراض اللي ليها علاقة بالجهاز التنفسي أو الفيروسات اللي كلنا عارفنا زي مثلا دور البرد زي الفيروس المخلاوي اللي كلنا سمعنا عنه في فترة أكيرة أو زي فيروس كورونا الحقيقة أن رغم إصابات كورونا جاءت في مصر أرقامها منخفضة جدا إلا أن وزارة الصحة طلعت بيان مبارح توعوي حذرت فيه الناس من التهاون في الإجراءات الاحترازية في الوقت ده تحديدا ليه؟ لأن وقت تغيير الفصول الوقت ده ربما بيساعد على انتشار الفيروسات التنفسية وخصوصا فيروس كورونا وزي ما شفنا انتشار الفيروس المخلاوي في عدد من المدارس يا جميل صحيح يا مصطفى يمكن يعني زي ما احنا متابعين الحقيقة يمكن إصابات كورونا عندنا الحمد لله مش كتيرة قوي لكن فيه إصابات وفيه إصابات بره لكن بما أن احنا من نظر كده للوضع عندنا احنا في مصر صحيح العدد مش كبير فده خلنا نتهاون بشكل كبير في الإجراءات الوقائية زي يعني بقينا نادر جدا لما نشوف حد لابس الكمامة في أماكن مزدحمة ما بقناش بنسمع ان في حد حريص انه يحصل على الجرعة التالتة التعزيزية للقاح فعشان كده كان مهم جدا ان وزارة الصحة تنبه الناس لخطورة الموضوع ده خاصة انه بدأت تظهر إصابات كتير في بعض الدول زي ما قلت لحضراتكم وبدأنا نسمع مرة تانية عن تشديد القيود الخاصة بكورونا فعشان نتجنب كل ده مش محتاجين غير ان احنا نرجع نهتم مرة تانية بالإجراءات الوقائية البسيطة واللي يمكن احنا تعودنا عليها الفترة مش قليلة على سبيل مثال مرة تانية لبس الكمامة يعني لو هنتكلم حتى على أقل في الأماكن المزدحمة ندخلي فيه بيننا وبين بعض مسافة أمنة بيكون فيه تهوية كويسة في المكان اللي احنا قاعدين فيه نبقى حارسين دايما على نظافة إيدينا نخسر إيدينا باستمرار كل دي إجراءات خفيفة لكن الحقيقة هي بتساعد بشكل كبير جدا انه ما يكونش فيه انتقال للعدوى سواء لكورونا أو غير كورونا مصطفى صحيح تماما أنا متفق معك تماما لأن غالبا طرق العدوى وأعراض الفيروسات التنفسية متقربة جدا يعني هتلاقي أعراض البرد زي الفيروس المخلاوي زي كورونا الطبيب بس هو اللي يقدر يفرق بينهم لكن ربما المواطن العادي مش هيعرف يفرق علشان كده أي حد يكون عنده زكام أو عنده رشح أو عنده سخونية أي أعراض من الأعراض المختلفة دي ياريت يا جماعة في هذا الوقت تحديدا أرجوكم ما يخرجش من البيت ياريت ما يتحركش كتير علشان لا تنتقل العدوى بين المواطنين ياريت كلنا نهتم بالتغذية الصحية السليمة في هذا الوقت تحديدا نكثر من المشروبات السقنة نتناول الخضروات والفاك الأغذية المفيدة وياريت لو حصل أن حد فينا يعني حصل له هذا الأمر يلتزم المنزل ياخد العلاج اللي محدده للدكتور ويبتعد عن عدوى المواطنين الآخرين ويبتعد كمان عن المواطنين الحيوية يبتعد عن الأدوية المنهاش لازمة مواطنين الحيوية دي برضو حذروا منه عندك تفسير ما أحدش أعتقد لأنه طبيا لما بنتناول الأدوية دي مواطنين الحيوية تحديدا بكثرة فالجسم يتعود عليها فما تبقاش مؤثرة بشكل كبير وفيما بعد بيعمل مشاكل كمان أكبر فيعني أعتقد طبعا ممكن حد كمان طبيب أو مختص ممكن يوضح النقطة دي بالتفصيل بس أعتقد أنه شيء من هذا القبيل يعني يا مصطفى صحيح والحقيقة أنه إحنا متعودين دايما أنه نوصف أدوية نفسنا إحنا أكثر شعبا بيوصف أدوية نفسنا صحيح أو بنكلم بعض وساعات بنتبع فكرة اسأل مجرب ومتسألش طبيب حقيقي أتمنى أنه إحنا ما نسألش مجرب ونسأل طبيب لأن كل حالة فعلا مختلفة إحنا أحيانا بيكون جسمنا في حاجات إحنا يعني بعض زي بيقولوا كده الكيميا بتاعت الجسم ما بتكونش إحنا مش زي بعض ممكن يبقى حد مثلا عنده نقص في فيتامين معين ممكن حد يكون عنده خلل في أي حاجة في جسمه ومحدش يعرفها فما ينفعش أبدا أن نتبع أنه إحنا فكرة نسأل بعض طب أنا بنتي عندها برد طب أنا أمي عند برد طب بنت خدت إيه طب ابنك قد تيله إيه لا خالص يعني أرجوكم بلاش الأدوية دي من نفسنا تماما حتى الأدوية اللي اسمها أوتيسية مصطفى أو اللي هي الأوبر دا كاونتر أو اللي تبقى موجودة في الصيداليات من غير روشتة بيحطوه مش عارف علاج من هنا على علاج من هنا يا جماعة دا تهريج الدول الثانية أنا سافرت بره أنت عشان تاخد روشتة لازم تبقى معتمدة من طبيب ولازم بقال لها تاريخ صلاحية يعني معمولة يوم 14 مش عارف 11 تبقى من هنا الوقت دا عشان ما تاخدهاش مثلا في وقت تاني مفيش حد بيشتري الدول بالشكل دا ربما إحنا عندنا لسه القصة دي عايزين نعمل لها كنترول لكن القصة دي زي ما لها فوايد لها عيوب كتير قوي قوي إن الإصراف في تناول الدولة نزدبتها فكرة الإصراف يعني خلينا نبعد عن النقطة دي وما ننساش إنه فيه جرعة تعزيزية لفيروس كورونا وأعتقد إن إحنا جربنا ودقنا مرارة الإصابة بفيروس كورونا جربنا إن إحنا نخاف على أهالينا جربنا إن إحنا نبقى مش عارفين نزورهم وجود الوباء في العالم نفسه تجربة قاسية جدا لكل الشعوب كلنا عنيدة منهم دا غير نقطة كمان مهمة تانية مصطفى فكرة تحور الفيروس بتيجي من الإصابة يعني لو العدوى كمان زادت بالناس كتير ففرصة تحور الفيروس بتزيد فليه ممكن ندخل في كل القصص دي لم يمكن بحاجات بسيطة جدا يعني نبعد عنها نلبس الكمامة نخسر إيدينا باستمرار نخب بالنا من المسافة اللي قامنا بيننا وبين اللي قدامنا نقعد في مكان فيه تهوية لو مكان برد ممكن نلبس تقيل شوية نخب بالنا أصلا متصحتنا عشان حتى ما نصابش بأنفلوانزة عادية يعني حخلاص دلوقتي طبعا الصبح شوية جو يبقى حر شوية بالليل بيبقى برد نعمل حسابنا في اللبس نبقى وغدين بالنا يعني كلها حاجات بسيطة ومتالي كلها حاجات حفظنا بس إحنا حبينا أن نذكر حضراتكم عشان نخب بالنا ونعدي الوقت ده وقت تغير الفصول ده بيبقى صعب أنا عارفة عن الناس كتير جدا فإن شاء الله ربنا يعديه على خير ونستمتع بقى بالشتة وبالأجواء وتقوس الشتوية وتعدي إن شاء الله كده بصحة جيدة نصبح على حضراتك بارة تانية صباح الخير عليكم بصباح الخير يا مصر